عقد النائب علاء عصام عضو تنصيقية شباب الأحزاب وسياسيين ومقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني عقد عددا من الزيارات لأهالي مركز البدرشين بمحافظة الجيزة للاستماع لأرائهم حول الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي شملت جولة نائب التنصيقية 15 مركزا بالبدرشين كما التقى بشباب العمل العام بالبدرشين وعدد من الجمعيات الأهلية يشار إلى أن تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق نوابها سلسلة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة أرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكل محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كل الاتجاهات